ليس بالأمر السهل أن ترى قوات الجيش الوطني في مركز مديرية الغيل ناهيك عن تحريرها بعد أكثر من ثمان سنوات من سيطرة جماعة الحوثي على هذه المديرية غير أن الجيش الوطني فرض واقعا مقايرا قير المعادلات العسكرية في هذه المحافظة عمليات عسكرية واسعة شنها أفراد الجيش مكنتهم من السيطرة على مواقع عدة في أطراف المدينة حيث حاصروا عناصر الميليشيا في قلب مدينة الغيل ومن ثم استطاعوا الإطباق عليها واستعادتها بالكامل في عملية عسكرية خاطفة تطورات متسارعة تحققت في زمن قياسي عفشلت تكتيكات الميليشيا بكل إمكانياتها في الساعات الأولى من المواجهات سقوط الغيل هي مقدمة لعودة المحافظات كلها إلى الشرعية الواضح هنا أن تحرير مدينة الغيل معركة مصيرية واستراتيجية فالمدينة كانت تمثل للحوثيين معقلا فكريا وعسكريا وخزانا لقيادتهم الميدانية المؤهلة بل جعلتها الميليشيا مركزا لإدارة عملياتها المسلحة منذ زمن بعيد عسكريا كان الوكر العسكري والمصدر والغرفة عمليات التخطيط وانتشار قواتهم من هذا المركز إذن يمثل سقوط مدينة الغيل واستعادتها من قبل قوات الشرعية كما يرى عسكريون ضربة موجعة للجماعة الإنقلابية ومقاتليها فيما تبقى من محافظة الجوف وخارجها إذ كان يصور قادة الإنقلاب لأتباعهم أنها المدينة التي لا تقهر وأخيرا ارتفع علم الجمهورية في مديريات القيل أهم معقل الحوثيين في محافظة الجوف منذ أن سيطرت عليها الميليشيات قبل ثماني سنوات خليل الطويل قناة بالقيس من محافظة الجوف